أكدت وزارة الكهرباء أن ربط الطاقة مع السعودية من خلال منافذ عرعر ومحطة اليوسفية وصل إلى مراحل متقدمة من الإنجازة مشيرة إلى إمكانية ربط آخر عبر حطة السماوة المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قال في بياننا أن المفاوضات الجارية مع الجانب السعودي تتركز على تحديد سعر التعرفة وتخفيضها لأن العرض المقدم من المملكة كان عالي مضيفا أن هناك اجتماعات دورية مستمرة الكسرونية مع السلطات في الرياضة رجحنا زيارة قريبة لبغداد يجريها الوفد السعودية